كما أنا قلت بالباب هذا هذا باب مهم باب اللعنات أو الشتائم الشتائم يعني الألفاظ البديئة فيه قسم إلى ثلاث أقسام القسم الأول هو لعنات مباشرة وهذا اللي حكنا عنه وممكن الأخت اليوم صلينا معها تدخل فيه ضمن هذا الإطار هذا هو المكان الذي يحاول فيه شخص ساحر ساحر أن يلعن شخصا مباشرة شخص ساحر يبتدي يستخدم السحر بشكل مباشر على شخص آخر سيحاول كل من السحرة والشياطين لازم تنتبهون دائما لما أنا بقول لعنات وساحر الساحر ما بيشتغل لوحده الساحر دائما يشتغل بشياطين فبيحمل اللعنة زي القارب زي القارب اللي يقعد فوقه شخص اللعنة هي قارب وحده قاعد فوقه الفوقه هو الشيطان فالقارب هو المهم لأنك إنت لو كسرت القارب إنت خليت الشيطان بدون طريقة أو بدون واسطة للوصول إليك فالساحر والشيطان هما الاثنين بيحاولوا أو بيقوموا بطريقة اعتداء مباشر لما يعملوا السحر وكل مؤمن وكل مسيحي انترى على كلامي أنت هدف يعني أنت بطريقة أو بأخرى تعتبر عدو للساحر أنت بطريقة أو بأخرى تعتبر عدو للشيطان فمباشرة لما بقولك أنت عدو إله فهو رح يحاول بكل الطرق أنه يأذيك لكن اللعنة لا يمكن أن تحل علينا بدون سبب لازم تعرف هذا الترتيب أو التعليم بمعنى إذا حاول ساحر إرسال لعنة إلينا فلن تصل إلينا بسبب الحماية التي لدينا بالفعل من الله ولكن إذا فعلنا شيء من شأنه أن يتسبب في حدوث ثغرة في سياجنا الوقائي مع الرب فقد تتمكن هذه اللعنة من المرور والهبوط علينا وإذا حدث ذلك فأن الشياطين الذين سيتعلقون بهذه اللعنة سيحاولون مهاجمتنا هذه الآية هذا كتابيا سأعطيك بعد شوي آية بس دعيني أفسر اللي أنا قلته